عم بشوف عندك محكمة أوراق قانونية ممكن مساءلات ممكن شغلة هيك طارئة دخلك في متاهات مؤقتة يا برج الحوت أو دخلك في مكان أنت ما كنت حابب أنك تدخله أو تطرق له ممكن شايف فيه ناصب يعني عم بنتصب عليك أو عم بتخلص هاي الطاقة إما إذا كانت موجودة من الأساس أنت عم بتخلصها وإذا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر رح تظلها يعني مستمرة لكن سرعان أنت ما رح تكشف الأمور وتضبط الأوضاع وتسترجع حقك ولكن بعد صبر يعني بعد خلينا نقول شهر بعد فترة لأنه عم بتكون شوي بطيئة المدة عم بتكون صارم كتير وخاصة في العمل مع شخص هوائي ممكن يكون بشوف كمان هذا الكرت ممكن يكون حمل أو ولادة للي عندهم حمل من الأساس وحمل للي ما عندهم حمل فممكن يكون بنت ممكن يكون بنت حمل في بنت هذا الشهر طاقة طاقة مفتوحة لشهر واحد ولكن بتمت الطاقة ممكن تمتد أكتر شوي شايف في رجوع لقديم لشخص قديم كان في بناتكم شكوك كان في بناتكم نزاعات أو أشخاص أو علاقة ثلاثية بعد ما رح تنتهي رح يكون في سعادة معينة تعيشها مع الشريك رح تبعدونه وعن ما عن المحيط كله رح تحاولوا إنكم تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي فشايفوا قدامك طريق شوي صعبة ولكن في بالنهاية فيه نتيجة وفيه حصاد أكتر إشي بحزك بهذا الشهر من النصب زي الشهر الماضي لأنه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال عم بيكونوا مستهدفين كله إنه طيبين شوي بس أنا ما بشوفهم يعني اللي هو بشوفهم برضو أسكية يعني بنفس الوقت ما بينضحك عليهم بس الظروف بتوقعهم أحياناً فبقولك هذا الموضوع النصب أو كذا رح يدخلك في شوي مساءلات قانونية أو في محاكم أو في موضوع من هاي المواضيع ولكن رح يتم على خير بشوف السفر في كرتين يعني السفر فرصة كبيرة للي حابين إنهم يسافروا هذا بشكل عام شايفي انتصار على شخص في العمل خاصة إذا كانت طاقته نارية ومائية كمان خلينا نشوف لمحة عن الوضع العاطفي عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت في بقلبك حب كبير 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 ممكن القراءة تكون عكسية لأنه عاطفية وعامة في بقلبك حب كبير كبير للشريك الشريك برضو نفس الموضوع ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور عم تعملوا كنترول على المشاعر بصعوبة ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم ما بعرفش اللي صاير لهتدرجة لحتى انت كتير تكون محتار وكتير عم بشوفكم التنين محتارين التنين عم تختاروا واكنه يمكن في عندك انت كمان علاقة ولاسية أو هو عنده علاقة سلاسية او الاتنين مع بعض ما بعرف بس اكتر شي عم تتطلع في هاي الفترة على الزكريات على الشريك عم كتير عم بتطلع على الزكريات عم بتفرج على صورك عم يستعيد الزكريات كانت موجودة بناتكم يمكن ولكن شايفي انا في انتصار على العلاقة الثلاثية شايفي في التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت يعني من بعد هون ما كان عندك صراع ما بين عقلك وقلبك هون لأ في اتحاد التنين مع بعض رح تاخد قرار بانه يعني الامور تتزبط بناتكم او الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة او انتو الاثنين مع بعض رح يكون ازا في نهاية للحيرة رح يكون في نهاية لطرف ثالث موجود ولا الحيرة والصراع اللي كان موجود شايفي انه الشريك رح يقدم لك مثل ادلة مثل شغلات امور امور واضحة يوضح لك اياها يحاول يوضح لك الصورة الامور هذا الشي بشوفه بالاسبوع الثالث اكتر شي ممكن بالرابع يكون كمان او حتى من اول الشهر فعم تتمتع بجاذبية كبيرة عم بيشتاء لك الحبيب بيشتاء لشكلك حتى كيف بتصرف عم بتسكرك بكل هدول التفاصيل عم بشوف ازا كنتوا منفصلين نسبة الرجوع كبيرة لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف فيه طرف عم يدخل جديد عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة فيه شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع ما فيه مشكلة ولكن يعني نكون حذرين من هاي الامور انه ما تخرب حياتنا خاصة انه انت رح تكون عصبي شوي هذا الشهر ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك رح تكون ناري اكتر يا حوت مع انك مائي رح تكون فيري رح تكون شوي متسرع فبس نحذر من هاي الطاقة نشوف شو تحذير هذا الشهر لبرج الحوت برضو علاقة ثلاثية ما بعرف يا حوت لا شي كم يطلع لك علاقة ثلاثية عم تجول في الافق قلنا فيه انتهاء للعلاقة الثلاثية ولكن ممكن تمتد لانه هذا التحذير يعني عم بتشوف رقم احدعش لخم اتناعش فممكن تمتد الطاقة شوي لهذا الطرف الثالث شوف مسج من الحبيب اذا كان بعيد او قريب او كلمة منه مسج معينة ما قادر اقولها نفس الكرت اللي طلع لبرج يمكن الجوزة بيقول لك انه هو كوعد او وعد هو انه رح يحقلك الامان اللي انت بتحلم فيه رح يحقلك الجو اللي انت بتحلم فيه في العلاقة فيه عرض معين هو رح يقدم لك اياه بس بيقول لك ويت كمان ويتمي انه استناني فيه فيه امر هو مخبيه لك فيه امر هو بده يوضح لك اياه وكأنه هد الحبيب عم يحبك بطريقة فصيعة ولكن على قد ما فيه خب على قد ما فيه تحديات في علاقتكم عم بشوف بشوف اوراكل للحوت هاف فن يحوت بكفي 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 كذا اطلع للاماكن اللي كنت اطلع عليها وتنبسط ابسط حالك رفح عن حالك شوي اطلع من المود اللي انت حاطت فيه حالك اليك فترة وانا ما بلومكم يعني الظروف هي اللي كانت صعبة يعني مش انتوا بتكوا هذا الموضوع ولكن انتوا كنتوا عم تعيشوا هاي المواقف اجباري يعني قدرياً فبس بيقولك هاف فن حاولت تخفف عن نفسك بانك تعطي حالك طاقة ايجابية زي ما قلنا تطلع على اماكن بتحبها تستمتع في الحياة بكفي يعني كتير التفكير والطاقة السلبية فبس منا لكم شهر سعيد حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي